روح للنادي الأهلي. مين أول واحد قبلك في النادي الأهلي؟ وشوف حضرك هم وصلونا بنفسهم للحد النادي الأهلي. كابتن أحمد داريبها عطت حاجة سعيد حمزة ووصلونا للنادي الأهلي. قد ترخيرهم والله. اه. وقالوا. وبيجي فيهم الجوال يا رجل انت. أنا برد الجميل. الجميل. بس فأول واحد استقبلنا كان أحمد بيزكي عبدالهادي. الله يرحمه. الله يرحمه. وكمال بحفظ. كمال حفظ. والعميد محمود محرم الله يرحمه. هم دول أول ناس تقبلونا. واحنا داخلين. أنا داخل كانت ساعة سبعة بالليل تقريباً أو تمانية. أنا حاسس أن أنا بحلم. يعني مجرد دخول النادي الأهلي. أنا دخلت النادي الأهلي قبل كده من الباب الورا ما كنا نتمرر مع الكابتن عبدالصرح الوحش الله يرحمه. من وراء وبنطلع من وراء. فدخلت من باب الرئيسي. وقعدت أنا يعني حاسس أن أنا. حلم. حلم. مش عايزه يخلص. ما قابلتش أي حد تاني من المسؤولين. أحد من اللاعبين ولا أي حاجة. لا لا لا. ما شفتش أي حد. كنا بالليل لا لا. ما شفتش حد خالص. ساعة سبعة. أه. قعدنا شوية. كانت نعبد صالح رحمة الله علي. الله يرحمه. بنا يرحمه. مش تخصيات الجميلة. لا ده من ناس كمان لها بعد ربنا لي فضل علي. أنه هو لعيب من درجة أولى. وكان ما صال من نعبد درجة أولى. وعلى لعيبة كبيرة. ياه. اه والله. اه. بس فا. ايه اللي ضار بقى في الاجتماع بينك وآه. كلموا معي كويس قوي. اه. وما جابوش طريقة لأي حاجة خالص. بس سأله ان احنا. بكرة. كابتن صالح. عايزي شوفكم في المكتب بتاع. تان ترا. اه. المكتب 16 يولي. ايوه. في 26 يولي. فانا بقى. ساعتها منامتش. يعني. انتوا بيتوا في القاهرة بقى. اولا رجعتوا اسكندرية تاني. بيتنا في القاهرة. وما بيتوني في فندق جنب النادية. اه. وخلوا. لو تفتكر عم عبدالله عيد. عبدالله عيد طبعا. اه. ايوه. كانوا قفوا قدام الفاف. اه عشان مطروحوش هنا ولا هنا. بس طول اللي. اصلابوك يعملها. ايوه. لا والله. لا انا عارف طبعا. بس بعد كده تاني يوم. يجي للمهند سامير عدلي. اه. بنادي له الصحة العمر. امين يا رب. اه. ودانا الحد الكتب الصالح المالح. مكتب الكتب الصالح المالح.